تصاعدت جدل بين تركيا وروسيا حول الأدوار المحتملة في المنطقة الآمنة المزمع إنشاؤها شرقي الفرات لتعويض الانسحاب الأمريكي فبعد أيام على تأكيد واشنطن الإبقاء على 200 جندي في شمال شرقي سوريا كقوة لحفظ السلام وطلبها من الحلفاء الأوروبيين دعم هذه الخطوة ودعم إنشاء قوة أوروبية من أجل منطقة عزلة شمالي سوريا عرضت موسكو نشر عناصر من الشرطة العسكرية الروسية في منطقة عزلة على الحدود بين سوريا وتركيا بالاستفادة من تجارب سابقة في مناطق خفض التصعيد جاء ذلك على لسان وزير خارجيتها سيرجيل أفروف الذي قال إنه لا يستبعد مشاركة الشرطة العسكرية الروسية في إقامة هذه المنطقة وردا على العرض الروسي جددت تركيا على لسان وزير خارجيتها جويش أوغلو إصرارها على أحقيتها بالانتشار في المنطقة الآمنة وقيادتها لوقوعها على حدودها تصريحات أوغلو أكد ما جاء فيها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان حيث قال إن تركيا لن تسمح لأحد بتولي مسؤولية الإشراف على المنطقة الآمنة بما يشكل تهديدا لها كذلك شدد أردوغان على ضرورة تولي تركيا الإشراف على المنطقة الآمنة قائلا إن بلاده هي من ستكون فيها لأن السوريين يثقون بها ويريدونها أن تكون هناك لحمايتهم التصريحات الروسية والتركية بشأن المنطقة الآمنة تزامنت مع إرسال تركيا قوات إضافية إلى ريف محافظة إدلب الشرقي لإنشاء نقاط مراقبة جديدة ستنشر في قريتي تل الطقان وتل السلطان على الطريق الواصل بين مدينة سراقب وبلدة أبو الظهور كذلك تزامنت مع قصف عنيف شنه النظام السوري وميليشياته على محافظة إدلب منذ أسبوعين ولا يزال متواصلا حتى اليوم أودى بحياة العشرات من المدنيين هنا ودمر الكثير في البنية التحتية ومباني المناطق التي استهدفها ومع تصاعد حدة الصراع الدولي على المنطقة الآمنة وماهيتها يبقى السوريون والإدلبيون في مقدمتهم اليوم الضحية الوحيدة لنوايا المتصارعين ومآربهم التي لا تزال الكثير من حيثياتها مجهولة وربما تبقى